راجعين للبلاتو حتى نواصل وبتبيعة مناشنا بعد وبعيد على مشاغل التونسة باش نحكيه في الفقرة الاقتصادية وخليني نرحب مديحة مع عمري صباح النور مديحة مرحبا بيك يناس ومرحبا بي كافة السادة المشاهدين باي مديحة هاي ذولي من الأسألة اللي تطرح بعد أربع أيام من شهر لفظيلة هذية في رابع الأيام هذية العجلة الاقتصادية ومؤشرات الأربع أيام هذوما على الاقتصاد التونسي بالضبط نحن اليوم مش نحكيه في فقرة الاقتصادية على رمضان والاقتصاد تأثير وكلفة رمضان على الاقتصاد الحقيقة ما فيماش دراسات الدول الإسلامية بكلها حتى ومعنا هي اللي نبحث ومنلقاوش حتى دراسة قامت بها دولة إسلامية على كلفة رمضان على اقتصادها فما دراسة وحيدة قامت بها قاموا بيها زوز ساذة جمعين تحكي على دراسة جمعية ولا تجمع دراسة على تأثير شهر رمضان على الاقتصاد ككل خطرنا نلقعوا دراسة مثلا قد يش نستهلكوا بيض قد يش نستهلكوا لحظة في مجال الاستهلات في مجالات على حيث الاقتصاد ككل ما فهم حتى دراسة تقول اقتصادنا قد يش رمضان قد يش عنده كل فعل الاقتصاد السائد انه دائما رمضان يظهر لنا وكأنه شهر الكسل شهر الخبول ما فهماش خدمة ما فهماش انتاجية هذا بالفعل فما دراسة قاموا بها زوز أسادة جامعيين في أمريكا دراسة قامت عام 2015 على تأثير الدين بصفة عامة على الازدهار الاقتصادي دراسة هذه خلصت انه فهمة انتاجية متاع كل صايم دراسة لمدة 60 سنة يعني 6 عقود خلصت في النهاية انه كل صايم ممكن يخفق يصير انتاجية متاعه تنخفقه بنسبة 6.7% احنا بش نشوف المؤشرات تباعاً لهنا من 6.7% من ناتج المحلي الإجمالي دراسة أخرى تقول انه اقتصاد الدول ذات الأغلبية المسلمة تفقد بنحو 40 ساعة عمل لكل صايم اللي هنا ظهرياً يظهر الانتاج معني انتاجية تنخفض يعني فما تأثير سلبي على الاقتصاد احنا بش نشوفه بالمؤشرات انه هذا تنخفض صحيح الانتاجية متاع العامل معنى بفعل الصيام معنى تعرف انت المجهود اضافي كل شيء ونقص ساعات العمل لكن في قطاعات اخرى الاقتصاد ينتعش وبش نشوفه كيفش ينتعش يا بيه بشرنا نزيح على خاطر تخلطنا دخلات خوفة هو نحن بصفة عامة من نجموش نلوموا ولا يعني من المجهف انه نلقيوا على رمضان كل مشاكلنا وكل مساوئنا احنا انتاجية متاعنا مرخضة طوال السنة معنى مرتيب متدني جدا في كل ما يتعلق بالانتاجية ظاهريا الانتاج ينخفض لكن فعليا بش نلقاوا برشا تحسن معنىها في الاقتصاد متاعنا فما برشا عديد القطاعات الاخرى بش تستفيد استفادة كبرى وهذا بش نشوفوه كيفش بش معنىها اقتصاد هو رمضان هو نوعا ما دورة اقتصادية صغرى متميزة ربي سبحانه وحكمة في اقتصاد في رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علمتم فضلا شهر رمضان لو تمنيتم ان يكون سنة كاملة وهذا عليش بش نشوفو عليش يكون سنة كاملة في رمضان اكثر حاجة ممكن ترتفعها هي الاستهلاك الاستهلاك شنوه هو احد مكونات المكونات الثلاثة للنمو اللي هما الاستهلاك التصدير والاستثمار العنصر الاستهلاك وقتا ينمو في شهر رمضان بطبيعة بش يحرك دوالي بالاقتصاد الكل وفضلا بش يخلق نمو كيف بش يحرك دوالي بالاقتصاد بش الاستهلاك بش يحفز على الانتاج شهر رمضان الناس كل تحضر له يعني النجم وقوله مدة طويلة وحنا نحضروا شهر رمضان بش نكفي ويعني كافة مسلزمات الانتاج الطلب اللي يطلع برشا في شهر رمضان الاستهلاك يحفز الانتاج والانتاج شنوه يعمل يجب انضخ اموال جديدة في الاقتصاد في الاسواق وهذا ما يعبر عنه بالاستثمار والاستثمار بطبيعة بش يخلق فرص تشغيل جديدة هذا غير انه زعمة يا مديحة فرص تشغيل هو راه هذا راه فرص التشغيل جديدة في شهر رمضان بطبيعته يخلق برشا فرص تشغيل في المهن الموسمية معناها فما برشا مهن موسمية تنتعش في شهر رمضان اي اللي تبع الغلال والخضر والسخط وهذاكم الروفهم حتى في النساء اللي في البيوت معناه يتخدم السوق بيع المالسوق هذي حاجة بسيطة معناها فما برشا حاجات تنتعش هابش نشوفوها كيفاش تنتعش هاي هذا كله الدورة الاقتصادية هذه زادة عندها مردود طيب على الضرائب للدولة القد ما نستهلكو نحن فما برشا قطاعات مرتبطة ارتباط مباشر بالضرائب غير المباشرة فما المدوجات المدوجات الاستهلكوهن كلها فيها اداء على القيمة الموضافة اداءات على معلوم الاستهلك هذا الكل فيه فرص كبيرة يعني جاني عائدات الضرائب جاني الدولة للضرائب فما الاستهلك زادة بشيخلق والطلب بشيخلق منافسة كبيرة وشريسة بين مؤسسات الانتاج في تونس وهذا نشوفوه يعني فما برشا عروض تولي جذابة لجذب معناها المسالكين اكثر التنافس الشريف هذا هي من ان شاء الله دي ما يكون شريف بطبيعة التنافس هذا من شأنه انه يخلق يعني حركية به على مختلف الدولي بالاقتصاد فما مجالة اخرى باش تتحرك بطبيعتها في اطار شهر رمضان وهي نوعا ما ولا تسوق تحضرها الناس الكل يعني في رمضان سوق الاعلانات الاشهار الادرامو اعمال الفنية ولا تبقى الببليسيتي ولا تبقى رسمي هو اقتصاديا زادة سوق كبيرة سوق حاليا هي في تونس يعني بدأت تتحسن وتتطور في السنوات الاخيرة نوعا ما يظهر لي حاليا فموجودة ميات شركة اشهار ووكالة اشهار يظهر لي وظفوا قرابة خمسة الاف موظف اتطورت بفعل زادة تكنولوجيا والاكثر هذا الاستهلاك هو اللي يشجع على تطور السوق هذية انه الناس الشركات المنافسة اشترك انا كلها تباعا نجيب بعضها في النهاية هاك الاشهار اللي نشوفوه في التلفزة راهوا الخلاصة متاع وضعية السوق حاليا اللي قاعدة تشهد يعني حركية هذا زادة فيه عوائد كبيرة للدولة والمجتمع بيخلش اكسك شوية مديحة تواه يزينها من جديد العوائد للدولة واضحة على حقيقة على طول العامة وفي شهر لفضيل هذي احنا العوائد نحبوها للمواطن معني للمواطن نحسوها بطبيعه عوائد للدولة بس تمشي خزينة الدولة نوعا ما بش توثري خزينة الدولة هذا الكل وبعد يعني في تقسيم الثروة في نجم تبشي منه الخزينة الدولة تمشي عوائد اخرى تغذي الاستثمار تغذي التنمية يعني خزينة الدولة يفروت الناس كل في النهاية المهم يتحس هذا بالملموس للمواطن التونسي للمستهلك التونسي هو بالضبط يتحس بالملموس للمواطن التونسي انتي كتمشي تستهلك انتي كتمشي للسوق وتلقى كل شيء متوفر ولو انه احنا لهناك اش نحكيه اقتصاد بصفة عامة في الدول الإسلامية لكل كيفش ناخذوا نظريت منش ناخذوا المثال التونسي ثم برشا نقاس يتحكيه على المثال التونسي انه احنا مشكلتنا في الانتاج انه ما نش قاعدين ننجو وفي استهلاكنا زادوا سلوكنا استهلاكي ما نش قاعدين نستهلكوا تونسي نحنا قاعدين نوردوا ونستهلكوا في الواردات وهذا اللي يراجع ممكن يعني بالوباء نوعا ما هذا اللي ضرنا على ذر اقتصاد متاعنا وانه عجز كبير في الميزان التجاري ونوعا ما زاد في الميزان الغذائي فما وفرة كبيرة في الاسواق كل شي موجود لكن حتى حد ما اسأل موجود مني انتجناه تونسي ولا جينا مستورد والسؤال اللي هنا هو يعني المثال الجيد هو انك كاقتصاد توفر الطلب متاعك الطلب موجود توفر العرض متاعك انك تنجو محليا هذا الاسعار زادة تفاضلية بيه بيش يقبل عليها زادة مايزو من شرهوه المواطن لان انت العرض وطلب اذا كانت العرض موجود ومهم معناه موجود كثرة الطلب بيش يخلق التوازن معناها بيناتهم لكن هاو قلت لك الكلفة متاعه مين جاينا المنتوجة ذاكا جاينا من برا فيه كلفة معا خفاظ دينارنا معناها هذا كله بيش ينعكس فينا المو على الاسعار لرمضان ايضا كلفة طبية وصحية نربحوها هذا زادة ما نساوش وشهر الحمية صوم وتصحو كذا كان فما دراسة بجدة عملت في المجال هذية تنجم تثبتنا المشكلة انه ما عناش دراسات في الدول الاسلامية ماشا في الاتجاه هذا معناها تبين ان كلفة رمضان بكل يعنيها مقومة في كل المجالات على الاقتصاد اما لاكيد انه الكلفة يعني الطبية ربحينها ربحينها معناه رمضان ايضا فرصة كبيرة للاسواق المال فما دراسة صارت على عدة بلدان اسلامية تبين انه البورصات الاسلامية تنتعش في شهر الصيام وهذا معناها يعطينا نعرش في النتائج فما دراسة تقول انه فما ترتفع بمقدار تسع مرات تقريبا عائدات البورصات العربية في شهر الصيام هذه من الحاجات المؤشرات يعني المهمة والايجابية جدا لشهر الصيام باش معناها ما نقعدوش ديما نحكيو انه رمضان رهو شهر مش متع خدمة رهو شهر مش متع استفادة اقتصادية لا بالعكس هو اللي يلزم يتبدل الاناس هو سلوكنا الاقتصادي سلوكنا الاستهلاكي وما ثم الاقتصاد هو مدى معناها احنا كيفاش نخمو كيفاش ننجمو انه نربخ المؤشرات الايجابية في شهر الصيام المؤشرات الاقتصادية والنجمو نطوروها ونخليوها علاش لعام كامل هذا اللي ينقصنا هذا اللي نختمو به زيدا لانه وهذا اللي باش نحكيو عليه ان شاء الله في الفقرة الجاية باش نبينو كيفاش سلوكنا الاقتصادي هو اللي مخلينا نخسر عدد مؤشرات ايجابية للرمضان والاقتصادنا بصفة عامة والغير رمضان زيدا اي عقدتك الاقتصادنا بصفة عامة في غير رمضان عام كامل معناها يا تيك صحة مديحة عامة مع الفقرة الاقتصادية هذية هين برشة نعرفو احنا فينو كيفاش عايشين وكيفاش النجمو نحسنوا صلوكنا زيدا لانو عنا دور في اللي سيريلكل شكرا لك مديحة شكرا لك عايشة يا تيك صحة لحقيقة باش نحكيو ثقافة في الدقائق الجاية باش نحكيو ثقافة باش نحكيو فنون باش نعملو جولة خليني نقول في مختلف التظاهرات واجندة الثقافية في مجموعة من العنوين نجمو نقترحوها هم أعليكم حتى نخرجو شوية من الدار ما فيها بس بعد شقان الفتر نجمو نمشيو ونواكب العروض الثقافية ورفو على رواحنا وفرض وقت نحصلوا الإفادة باش نقول الصباح الخير وباش نقول الصباح النور لم يبيوت مرحبا بيك مرحبا بيك انت مرحبا بالسيدة المشاهدين ان شاء الله رمضانك مبروك يعيش على الناس الكل انا فرحانة برشة اللي معاكم اليوم فرحانة كالعادة انو الثقافة تتواصل اول رمضان خمم قلت زعمنا نبدل نوعية الفقرة ولا لي وبعد قلت عليش لي الثقافة ديما موجودة فحيتنا مش كلها مسلسلات مش لازم كل يوم نتفرجوا في مسلسل نجمو نقرأوا كتاب نجمو نمشيو نواكبو العروض المهرجينات مهرجين لمدينة فما كل شيء توحى حاليا في اليه فما طبقتر فيه ثقافي كبير في رمضان يعني خصيصا الرمضان عنا مجموعة من العروض دونك عليش لي الفقرة هذه ما تحتجبش يا لميا ايه وحتى الكتاب زيدا قلت الكتاب يجب يكون موجود اما اخترت الكتاب عنده صبغة تاريخية اليوم بهي فقرتنا كيما العادة فيها مجموعة من الأخبار الثقافية في تونس وفي الجهات اول أخبار بش يكون بمدينة الثقافة تظاهرة ليالي الجهات احنا نعرف تظاهر هذه كل مدة تنظم يعني اذين موخص بولاية معينة المرة هذه الولاية بيجا اللي بيش تقدم برنامج بدسم ينطلق في الساعة التاسعة ونصف ليلة لانه يتوصل حتى للسحور تتضمن احتفالية مدينة الثقافة بولاية بيجا عدة معارض في مدينة الثقافة ورشيد حية معارض للصناعات التقليدية فنون تشكيلية خط عربي مؤسسات الثقافية والاجتماعية الأكلية التقليدية المنتوج السياحي وكل ما يخص الولاية هذه ونحن نعرف وولاية بيجا زي اخرى بثقافة في كل المجالات وولاية عارقة عنا برشة حاجات في الولاية هذه وكذلك حتى الجهة اللي فيها كما تبرسق فمعي سوية تبرسق فرسين بيجا ونفزة وهذه بعض ربما المظاهر التراثية والتاريخية لولاية بيجا إن شاء الله لتحقوا السيدة المشاهدين بالليلة هذه أو السهرية هذه هي يومها 11 ميل جميلة برشة تظهر هذه احنا تعودنا الثقافة من المركز من تونس العاصمة نهزوها للجهات هذه الجهات هي اللي جات للعاصمة ومبادرة حلوة مبادرة حلوة باش ناس كل يكونوا ماكسيموم يطلعوا على ثقافتنا في الجهات على مختلف خصوصيات للجهة هذه كان يكونوا فما صغار وكبار هذا هو يجبنا نطلعوا على خصوصيات بلادنا إنس ما فيها بس لو كان الناس الكل ننشوفوا نتنقلوا كما هم جيوا بحدنا مرحبا بيهم احنا إن شاء الله نتحقوا بيهم الخبر الثاني في إطار برمجة بيت الريوية المتعلقة بتوقيعات راعي النجوم ينظم لقاء رواية أنويت لمحمد القاذي وأميل المقتار وذلك يوم الجمعة 10 ميل انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا يعتبر محمد القاذي واحد من أبرز النقاد والأكاديميين المختصين في السرديات عنده دخان القصر الكرسي الهزاز ومايسترو يكون هذا اللقاء إن شاء الله فرصة للنقاش حول تجربة التشاركية في الرواية والتشاركية هذه لاحظناها مؤخرا بأن تلقى زوزة أودابي ولا زوزة كتاب يشتركوا في نفس الكتاب هذه إضافة كبيرة على محتوى الكتاب على المحتوى طريقة السرد على طريقة الوصف على السيرورة الموجودة في الكتب أو يكون حتى المتلقي إناس معناها قريب برشا لسعات للكتب معناها نحسه السيرة ذاتية لكن مش تكون جوز أشخاص سعات في بعض الكتب لكن في الكتاب هذه نقاوى زوزة أودابي مهمين برشا إن شاء الله يكون بيانتوا معناها الكتاب هذه في الأسواق ويطلعوا عليه السيدة المشاهدين ننتقل تول الرقص التونسي يقدم قطبة البالي والفنون الكوريغرافية عرض جيل البالي الجديد للرقص التونسي كوريغرافيا عميد جمعة وذلك يوم الاثنين انتلاقا من الساعة التاسعة والنصف بمسرح الجهات بمدينة الثقافة يشارك في العرض هذية تسعة رقصين من البالي الجديد للرقص التونسي يتناول بشكل ديناميكي جيري أخبار تونس ومستجداتها بعد الثورة هذا إذن موعد مع الرقص نحب نذكر أنه إن شاء الله يوم الاثنين بمدينة الثقافة بمسرح الجهات ننتقلوا تولي الأخبار اللي من بعض تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بتعاون مع المعاد الوطني للتراث والمنجوبية الجهوية للشؤون الثقافية حابت نذكر معناه الأطراف المساهمة في الحدث هذية اللي هو الدورة الثلثة لليلي متحف باردو دورة هذه يستنوا فيها كل القاتلين بتونس خاصة بباردو فيها عديد السهريات بش يكون لطفي بش ناق بش تكون محرزية طويل ونوردين الباجي كذلك محمد جبالي عدن الشواشي وشكري عمر الحناشي الأخبار اللي من بعد ينظم المركز الوطني لفن العرأس برنامج رمضاني مسرحي عرأسي تحت شعار ليلي المركز الوطني لفن العرأس اللي ينطلق يوم الخميس إلى غاية ثلاثة جوان بقاعة المبدعين الشبين على ساعة التسعة ونص ماذا بينا نهزو صغيراتنا ونلتحقو بقاعة المبدعين الشبين بمدينة الثقافة ونحضر عروض المركز الوطني لفن العرأس نرجع تول مهرجين لمدينة وما أدراك من مهرجين لمدينة ما فميش إنيس رمضان من غير مهرجين لمدينة فم عديد العروض في المهرجين اللي ينطلق يوم عشرة ماي بيش تكون أول عرض لليلة اللي أمينة سرارفي بمدينة الثقافة كذلك عنا سهرة تربية مع درالبشير سهرة موسيقية مع الفنينة نجوة العرفاوي سهرة موسيقية كذلك مع فرقة فتحي زغندر ياذبوراوي هيلة الميلكي خرجة سيدي بن عروس سهرة الملوف الأغنية التونسية بدر حسين عرض كافيشان تليمونجية بنحية هذه أبرز العروض الموجودة في مهرجين لمدينة وإحنا كل أسبوع إن شاء الله هنذكروا بأهم السهريات في مهرجين لمدينة اللي هي تأثث كما قلت كل سهريات رمضان مفهميش رمضان من غير مهرجين لمدينة نمشيوا لمبعد عرض حضرة رجال تونس مرمضنا إناس أي مسيس نكلوا لحروف يشير حضرت رجال تونس بقيادة الشيخ توفيق ضغمان بقاعة الكوليزي بشيكون إن شاء الله نهار السبت كذلك نهار السبت عنا سهرة رمضانية نادي ترب المركز الثقافي الدولي بقيادة الميسر ونزار عبد الكافي بمشاركة الفنان عبد الواهاب الحناشي والفنانة مريم نصر ونشوفه السورة قدامنا بي من بعد ننتقلوا إلى عرض ثلاثين وإنا حاير فيك لتوفيق الجبالي من 9 إلى 14 مي بفضاء تياتر وعلى الساعة التسعة ونص أكيد العرض يستنوى فيها جميع المسرحيين وبرج عبد من موحب بالمسرح على أجلها كما قلنا الثقافة تكون موجودة في رمضان مش كان المسلسلات ومش كان التعودنا بها قبل نخرجه مثالش نتفرجه في شوية مسرح شوية سينما شوية رقص شوية ثقافة هذا الكل يكون معناه يغذينا روحنا غير الغذاء اللي نتعشي وإناس ثقافة مو بعد الغذاء الغذاء الحسي اللي حق معناها على طاولة الأكل نمشي للغذاء العقول ما فيها بس أكيد أكيد معاقي وعربي وإن شاء الله سهريتنا تتعدى ورمضان إن شاء الله دي ما مبروك علينا به خبر مهم اللي هو ترشيح محمد الضريف وأحمد الحفيان نيني جائزة مركز سينما العربية في مهرجين كان أحمد الحفيان كما نعرف هو بطل مسلسل الميسرو اللي قاعد يتعدى على القناة الوطنية الأولى كل يوم نتفرج في مسلسل الميسرو على الساعة الثامنة اللي فيها فتحي لها الداوي فيه درزاروق وعديد الممثلين المبدعين بذي إحنا كنتنا لحقيقة فرحنا برشا إنه مسلسل متميز من ناحية السورة من ناحية الإخراج من حيلة الكاستينغ الحمد لله يا ربي كما قلنا محمد الحفيان شاركوا في هذه السورة لمحمد الحفيان من الفيلم اللي شارك فيه اللي هو فيلم ولدي أحمد الحفيان كانت مشاركته بدوره في فيرلم فتوى كما قلنا بشيكونوا موجودين لنيل جائزة مركز السينما العربية في مهرجين كان انتقلوا من بعد للجهات ثقافتنا مثل مع ما هي ما تكونش في تونس أكهو نمشيوا للجهات نظم المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة في الفترة الفاصلة بين 612 جوان تظاهرة ليلي رمضان بسوسة اللي بشيكون فيها عديد العروض وعديد المشاركين في ليلي رمضان بسوسة سهرت للإنشاد السوفي فرقة الوطن العربي للموسيقى تقديم كتب وعديد الملتقيات والعروض الموجودة في المهرجين هذية في إطار البرنامج الوطني مدن الفنون وفي سياق تواصل أنشطة ثقافية خلال شهر رمضان بيقصور السيف تحت إشراف المندوبية الجهوية الثقافية بالمهدية دورة خمستاش لمهرجين لمدينة وذلك من 7-13 ماء يكون الافتتاح يوم 7 ماء بعرض مسرحية ومن الفرشين ومن الفرسين مرمضان مرمضان فيما يكون الموعد يوم 8 ماء مع عرض مسرحية عين لشفاء وذيب نوصله أخبارنا مع مهرجين لمدينة بالقسرين نظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقسرين عروض مختلفة إلى غاية يوم 13 جوام مش يكون عرض موازين عرض زرياب عرض قسرينيات سهرة الطفل سهرة الفوكاهة الطروق وعديد سهرات الأحلوة الأخرى نظم كذلك المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزاغوين عدد هام من الفضاءات والمعتمدية من المحطات الثقافية مش يكون هناك مهرجين مختلفة مهرجين سيد علي عزوز عرض للفرقة المعد الجهوي للموسيقى عرض سوفي لمجموعة الشيخة عبد الجواد وعديد العروض الأخرى نمشي وتول الأخبار الأخير اللي هو افتتاح مهرجين سفيقس بشيكون فيه الفنان هيني شاكر إن شاء الله نختم بهذية في أخبار الجهات أي وتوا ننتقلوا لكتابنا فيما قد لك حابت نكون لكتب موجودة كالعادة هذا كتاب حول تاريخ تونس للأحبيب بولعريس فما نسخة بالفرنسية ونسخة بالعربية تم ترجمة النسخة هذية بالعربية من قبل صدقة بن مهني هو طبق فيها عديد أسور هو سرد لأهم الأحداث التاريخية ما بين عصور ما قبل التاريخ وحتى الثورة هو كتاب مهم فيها العديد فيها أربعين خريطة ثمانين محطة تاريخية سبعمائة وعشرين صفحة الكتاب هذية متعدد للمداخل يقرأ كقصة وكحبكة قصصية كذلك فيه جميع الأحداث اللي مرت في تونس كما قلنا فيها السور فيها يعني نشوفه اللي حب يطلع على تاريخ تونس يلقى كل شيء إن شاء الله في الكتاب هذية حبيت نشكرك إنيس أنت اليوم ونشكر كذلك المخر الشافيق قطات عندي برشا ما خدمتش معاه مرحبا بيها شافيق إن شاء الله رمضانكم مبروك مرة أخرى يعيش كلاميا شكرا لي كلاميا بطبيعة هذه كانت دورة مع الحقيقة جهات التونسية الكل والأطباق الفنية والثقافية اللي نجمو نقترحوها على سيدة المشاهدين نحافظين على الفقرة متعنا كل إنها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كما قلت لك معناها الثقافة يلزمها تكون موجودة إن شاء الله نكونوا أحنا موجودين يكونوا معناها السيدة المشاهدين يتبعوا وشنو يمشيوا يتفرجوا يحضروا مهرجين لمدينة يحضروا عروض مدينة الثقافة ونكونوا مواكبين معناها العروض في تونس يعني تكسح ألمي شكرا لك على الحضور وعلى هالطبق الغني لحقيقة هذي إحنا بش نعملوا تنجيزة مادمنا نحكيوا على تاريخ تونس بش نعملوا تنجيزة بش نمشيوا لولاية المنستير تحديدا بش نمشيوا لرأس دي ماس من مدينة البقال طويل موجودة زميلتي مريم عبد الرحمن حتى نشوفوا أجواء الرمضانية والعادات خليني نقول عادات الجهة الخط ليك مريم سباح النور سباح النور إناس سباح النور لكل المشاهدي الوطنية الأولى نقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك كما تشوف احنا في مكان جميل برشا هي منطقة راس الدماث منطقة راس الدماث هي منطقة أثرية منطقة بحرية وأيضا منطقة فلاحية عندها عاداتها وتقاليدها خاصة في رمضان بش ناخذ أكثر تفاصيل عن العادات والتقاليد اللي ما زالت الأهالي محافظة عليها معنا السيدة ساميرة زرقة ساميرة زرقة هي حرافية ما زالت محافظة على طراث منطقتها سواء من التطريز من التطوير اللبسة التقليدية عندهم أيضا هي محافظة على التراث الغذائي اللي هو ما زال متنوع وما زال محافظين عليه حتى في رمضان عسلام ساميرة عسلام مرحبا بكم كما كنت نحكي نحكي على العادات والتقاليد عندكم عادات والتقاليد جميلة برشة عندكم المحافظة على العولة هذي عادة ما تخليتوش عليها لا ما تخليناش عليها لطول المرأة البقلوطية كيف صيف الصيف لازم تعول تعول من المحمص الكسكسية المخذور المرب البسيس البسيس الحوار البسيس الشعير البسيس المخذور طوقت المخذور وبسيس الحائل شنو هذه البسيس تعملها المرأة البقلوطية قبل شعير نقليوه ويخزنوه عام كامل حول على حائل هي بعد يرحيوه يعملوه تشيش ويحطوا للملح ويخلوه في خابية بعد عام بعد حول كامل يرحيوه ويعملوه بسيس تبدو بنينة بالملح متبداش حلوة في رمضان تستهلكوها يكلها في رمضان في سيرليام تتاكل بالخروب ولا بيشتريح هذه تتاكلش كاكت تتاكل بالخروب شريح عندكم عادة عندكم الكرموس برشا وعندكم مهرجان الكرموس تحتفلوا به تلموت تكثر عليكم الغلة هذية ورئيسة بالكرموس ويعملوه في مهرجان الكرموس ويجا في الصيف إن شاء الله بحولته تشوف لنوع الكرموس اللي هنا موجودة في البقالة الناس قبل يرحلوا على خاطر الكرموس باش يصبح بك يقوم يوردوا الكرموس باش يشرحوه يبيعوها خذر ويبيعوه مشرح شريحة وفهم الذي عنده الفاضل الذي ينجم يعمل منه معجوم كرموس جديدة هذي توا الملقب لأنه منذين صغير نعرف أمه وحنا يعملون معجوم الكرموس هذا شي جديد يقول لي توا هالكوسكسي والمخذور وكل ما زالت النساء توا تخدموه المرأة في الدار تعمل كل شي كلم وظفة تتعطيب الكراء ولا تشريح حاضر ما عنده وقت وإن المرأة في الدار كل شي تحضر حضر تملح زيتو ونتملح الفلفل تعمل طوى في الصيف طوى مشتريح عنا في البقالطة نشرح الطماطم ونرح إيها نخليها خاصة أنتما هنا البقالطة هي عسيمة البكورات عندكم الفلفل والطماطم أيضا المعروف على البقالطة أنهم يأكلوا الحار برج البقالطة يأكلوا الحار برج وعنا فلفل مره وجضايا في الصيف متميزة به البقالطة وإنهم حار حار لا يأكلوه وفي الشتاء يأكلوا الحار زيادة كيف يأكلوا الكسي الشاح ويأكلوا محمص ويأكلوا الجاري ويأكلوا الحم والحوت والدجاج وحن بلاد دراه يفهى برط وفهى حوت ويأكلوا قرنيت برشا في الشتاء في الصيف يشيحوا وفي الصيف مش في الشتاء يعملوا لواكل وفي رمضان نس كل تعول من محمص من الكسي من البسيسة من الزيت من الحبوب من القمح من الحمص من الشعير كل العولو حنا في الصيف باش في الشتاء المرأة قبل ناس في اللحة وناس بحارة كيشت يشت يريح ويبنو البحارة مني مش يجيب المرتو تمد حتى تاخذ خضرة السمق ومعدنو طعم طرف شمتي طرف قدي طيب غدي دريرة متحير وفي رمضان ديما نرجعون رمضان رمضان الطيب الأكل طيب كل شي عنا شرب تشيش نحضرها من قبل رمضان وطيب الكسكس وطيب وعملوا صلاطة كما قبل نحن صلاطة الخضراء صلاطة فلفل وطماط وفقوس هدي كأول صلاطة نعم لها في الأشيق الفتر وطيب كل شي طيب كسكس طيب ومرقان طيب وكل حد وشو يحب لأنواع لكل طيب الخروب طيب مشهور الخروب برشا نعملوه رب نعملوه بسيست خروب تبدأ يشعير وخروب ونعملوه بسيست كم هيك تعملوشي مشروب هكا جي تشري لا ذاك وقتا نعملو رب مش ما لي باية هرسوه وبي توفل ينفخوه ويعصروك يجيع من الخروب ينحيو شوية ماء يشربه كنحكي وازدى على رمضان عندكم المواسم شنو المواسم اللي عندكم وشنو تهزو فيهم وليشكون بالضبط معناها كده كان معدهم مالكين عليها العروسة يهزو لها موسم رمضان اول رمضان يهزو لها موسم ونفس رمضان يهزو لها موسم معدهم في العيد نهارة العيدة يهزو لها عد عيدها موسم موسم يهزو لها صهرة يهزو موسم مقبل يهزو كعبة محبوب ذهب خطرحنا في عاداتنا عنا العربي والعربي لم يطلع عد بش العربي الملبوس والعريس يجيب الحلي العريس يتفاهم في كل موسم يجيب توقين مهيكا في صهرة نظام يجيب شوية زلاب يجيب شوية الكنتها العرس هذيك محبوب اشتعان بها القفة ولتليلة قلي موسم 12 كعبة تعال بلي متليلة يعطيكم الساحة قلي ساميرا الهنا هي رس الدماث والبقار طبس فعامة هي منطقة بحرية في الصيف تقول رمضان تعديوها على البحر كيفش في الصيف يعديوه في البحر ما في الشتيب نس كل شد البلاد اما في الصيف نس باش تصبح بك يقوم يورد الكرموس والبحار يمشي البحر يمشي يصطاد على روحه مزالت العادات مزالت الطوم موجود الناس تحي الكرموس وتشرح وتبيع مشرودي كهي محاوضين على هذا انا خير مزينا برشا جينا من مدينة البقالتة جينا من المونستير من راس ديميس تحديدا صورة مزينا برشا اذا كان في الصيف دي ما عنده جو وعنده صهرات وعنده الصيف يعجبني حتى شتيبه عنده خصوصيات وما الصيف ما يذكر بالفعل الناس كل الجهات عندها عاداتها وتقاليدها ولن اختلفت العادات والتقاليد تبقى اللم وتوطيد العلاقات الأسرية هي الميزة اللي تميز كل التوانسة في شهر رمضان صحة مريم طبعا هذه كانت مدخلة لحقيقة من راس ديميس جميلة برشا الصورة وجميل برشا الكادر كل طحية لك مريم وطحية للكاميرامان وكل الفريق اللي معاك المرافق لك هذا الصباح نوصل هنا في البلاتو باش نعمل جولة مننا وآخر من المستير رجعنا للبلاتو من البلاتو بشي هزنا حسين بشي نقولك سباح النور والخير بشي هزنا للسفيقس إن شاء الله سباح النور يناس مرحبا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بكفة السيدة المشاهدين بشي نمشيوا بتبعي على السفيقس ما قبل من تعديوا للسفيقس حبيتك العادة نعطيكم صورة حول العالم صورة شقان الفتر اليوم إن شاء الله بشي نشوفوها من المدينة المناورة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم صورة جميلة جدا ليشقان الفتر بلحق تشوف أنه تقريبا حتى كنا نفرجوا في الصور عادية متشابه في برشا بلايس معتقا ممكن تخول ساعة واحد سفيقس مثلا ممكن مش كما المهدية المهدية ممكن مش كما بيجبجة مش كما كيف مرحبا تقريبا أغلب البلايس عندهم نفس العادية تبقى تفرق شوية ممكن على التفاصيل هي اللي تفرق تفاصيل صغيرة ما تفاصيل هي اللي تفرق هذيك علش نحكيه حسيم على أمة نحكيه على أمة المفهوم متعلانات هو شنو هو هذا هو هذا هو اللي جمعنا أكثر من اللي فرقنا دونك احنا الأمة العربية الإسلامية جمعا عنا تقريبا الخطوط العريضة هي ذاتها أكيد مش نحكيه على سفيقس سفيقس مش نحكيه على بلاد المدينة العربية ما عادش موجودين سفيقس البيبين كما هما السور قاد دير بالبلاد الكل ومعايدة فما معتها ذيك عليش خليط خاصية متاع المدينة العربية في سفيقس خاصية ما تتعودش فيها حتى بلاسة أخرى بش نحكيه على الكوش متاع سفيقس حاجة سبيسيال برشم ممكن برشم يعرفوش أنه سفيقس عندها بأنواع كبيرة برشم متاع الكوش نحكيه هنا على الخبز الفيف اللي هو خبز تقليدي فما خبز شوائي اللي هو الخبز يخليوه حتى ينضج على الأخر فما الخبز يسمينه خبز مشوي قاعة علش مشوي قاعة لأنه كيتشويه معتها وكيتيب ما يحطوشه على يتحط في القاعة متاع الكوش هدو فسانه من بعد يتشويه بطريقة خاصة فما يستحبو كمكاكا ومغرمين برشة بالبوشم في السفيقس نحكيه على الخبز الطاليين خبز مبسس خبز الزيتون خبز الشعير أما زيدا نحكيه على الميكلة اللي يكلوها السفيقسية والسفيقسية معروفين يظلي بالميكلة والمطبخ السفيقسي من أشهر مفامة اللي يظلي في تونس نحكيه على حاجة سبيسيال كنتقول السفيقس أشهر ميكلة السفيقسية شنية هي المرقة السفيقسية يقول قالي شنية المرقة السفيقسية اللي هي الخاصية متاحة أنه أساسا هي بصل وثوم وفلفل بصل وفلفل وتماطم ومعهم الكمون هذي الأساس متاحة كلهم بعد جيدوا الحود جيدوا صبارس جيدوا النوع أي نوع اخر متعملين المهمة هي الباز الأساسي متاع المرقة السفيقسية ولي قادة برجها سنين وثنين يسميها المريقة هذي المريقة السفيقسية المريقة هذي أكيد هي أحد السفيقسية اللي يخليك عليها هذي الحقيقة قالوا هالي قالوا هاليك السفيقسية أصحابهم مع طهما يعرفوا أكيد زيدا نحكيوه على تشيش هو نوع من أنويع المرقمتها على التماتم نحكيوه سيدا على بعض الحلويات السفيقسية خطر تتوروا في السفيقس جوج مجوجة متوسمة جديدة أو تتوروا في النت عملت نحكيوه سيدا على الماكلات الأخرين الماكلات البخلياوة وكل شيء ماكلات عادة ماكلات معتها أوكلات وحلويات موجودين في سيار العام موجودين في البلد الكل ما كنقول لك اللاكلوكا اللاكلوكا هي ميكلة السفيقسية وحلويات السفيقسية سبيسيال 100% عليهس 100% لأنه هي تتصنعها من الزبيب المرحي والي هو حاجة أساسية وكبيرة برشة في المطبخ السفيقسي كما قبل نحكيوه على أخذينا معتها الشريحة متاع الكرموس شريحة الكرموس هذا كيف كيف من الأساسيات في المطبخ السفيقسي دون حاجات يجب أن يكونوا موجودين اللاكلوكا دي كما قلنا موجودة من الزبيب المرحي واللوس وبجل جلين فما زيد الحنسية اللي هي نوعا متع الغريبة الحنسية الأصل متاحة يرجع للسفيقس احنا الحقيقة حكينا عليها البرح مع هانيزي مختصة مش في التغذية في أنواع هذوم الأوكلات التقليدية والزمنية وعطينا الروسات كاملة الحقيقة ورينا النتيجة حتى بالسوار مزينا برشة هي أباز متاحة زبيب كيف برشة أوكلاتي كيف الشرمولة زيدة يظهر لي كيف كيف الشرمولة ذيك مخليها باش نحكي عليه ان شاء الله بريود العيد اه دكا احنا نحركوش من المفاجئات نحركوش مفاجئات لانه فيما حاجات يعملهم سبيسيال تقريبا في تونس كل انه تتعمل حاجة خاصة بليد 27 ولا بالعيد خلي من حركوش المراحل مش واحدة واحدة باش نحكيه على المراحل السفيقس زيدة كيف كيف نقوفيها الغريبة الحمسية يقول لأصل متاحة زيدة يرجع للسفيقس نحكيه زيدة على حاجة أخرى في شكل الفتر العصيدة ديما تكون موجودة المحلبية زيدة كيف كيف ديما تكون موجودة فما زيدة حاجة تسمى بفتاير السعية لذي نوع انتع فتاير خاصة بسفيقس ممكن ما هيش كما الفتاير موجودة في تونس اي شنو الخصوصية شنو الخصوصية الخصوصية اللي هي اخف من الاخرى واحلى شوية من الفتاير متاعنا ما يشبن بالوني زيدة مع طبش من خلطوش لمور ببعضها وضم حاجات ممكن تلقاهم كان في اسفيقس وكيد روما نجمش في درجة ولا درجين نحكي على المطبخ والدرعية يقولوا لي زيدة الدرعية من الحاجات اللي يحلوا بها سهريات ونجم يصحروا بها زيدة هو روه فما اختلاف هو اسفيقسي يقول تقريبا عنده بنفس الحاجات اما اختلاف فما معطى عائلية من عائلية فما كل واحد معطى طريقته الخاصة معطى اللي يختار بها بش يكون يشوق فتره وطريقته بش نجم يتصحروا وطريقته زيدة بش نجم يأكل وزيدة ما نساوش القرنية الشايح خاطتك بش نحكي على اسفيقس نقول على قرخنا قرخنا زيدة من البلايس يزيدة لطبع على اسفيقس القرنية الشايح حاجة مهمة جدا نريزة من العلم تيحمن تكون موجودة قبل رمضان مهما كانت السيزون بش نجم بعض من خطر شربة بليش قرنية الشايح بالنسبة للاسفيقسية عبارة مية الشربة ينتمشي وطول حاجة من المعالم تاع مدينة اسفيقس مش نمشي ما ردية مش نحكي فنه مش نحكيه على الحذرة والنوبة اسفيقسية حطر هو جنير الموك نحكيه على اسفيقس حاجة معروفة جدا النوبة اسفيقسية انطلاقه نوبة بوعه كزاي ما فيميش واحد بركة ما عندها تعرف بهم كل ما نقوله سالم بن طاهر سالم بن طاهر اللي هو اللي اعمل اول واحد عمل نوبة سيدي منصور اللي طرافيها طورة وما موجش محمد بودية اللي بش نحكيوا عليا مع بعض شغل الشيخ محمد بودية هو كان واحد اسمه سيلم بن تهر وكان زادا معروف من الشيوخة الأقدم متاع الواحد كفا ما زادا محمد بركية اللي كان عمل النوبة متاع نادو الباباكو متاع يا فارس بغداد عفوا نسامحني هذه كانت النوبة عملها هو محمد بركية أما نجيه الواحد أعمال اللي يطل لي هو واحد من أساتير الفن مع تفصفيق صوفي تونس وحتى ممكن حتى في الترق الصوفية في العالم العربي ككل اللي أعمال اللي كنقوله نوبة بوعكزين كنقوله نوبة سيدة خارب كنقوله نوبة تللة البهلية بابا المزوغي مشهورين برشة لحقيقة هي نوبة تقريبا أشهر نوبة دائما نحكيه على نوبة أما كنحكيه على غاني كنقوله غنية تعشيري الأول وعمري ما ننسيها وكنقوله غنية متاع يا رمينا يا رمينا هذا مسيدة عملهم كيف كيف عملهم الشيخ محمد بودايا واللي هو واحد من أساتير متاع السفيقص وواحد من الناس اللي أسسوا واللي عملوا برشة وعطاوا برشة للحضرة خطروه رأي بديت كحضرة بعد تمشي نوبة ونوبة ذوك موليه بعد غنية وفن شعبي يتغنى بعد في العروسات لفراح السفيقصية أما فما حاجة تسمعها كيف سفيقص وأي واحد عنده بتبع مرجع للفن وللحضرة التونسية رأيه بفما يد كبيرة برشة للشيخ محمد بودايا عطا برشة البلداتية أنتي قلت هذو ما نسمعهم كيف سفيقص أما نسمعهم في عروساتنا خاصة برشة ويبدأوا يستنيوا في النغمة هذه النغمة السفيقصية اللي عندها تفاصيل تخلي وأنه تخلق جو مميز لحقيقة أكيد أنا كنت فرشة عم نقول في وثيقة على الشيخ محمد بودايا وأعرضه بعض الأليات اللي كان عملهم من الحاجات المميزة لشيخ محمد بودايا اللي هو دخل بعض للحان الشرقية للمالوف التونسي ودخل بعض الألحان ممكن من المالوف التونسي في بعض الغنيات الشرقية المعروفة وكان معروف أنه مع تحت الأليات اللي يعظف عليهم كانوا حاجات خاصين به الزكرة على الشيخ بودايا اللي هي معروفة على الأخر وفهم حاجة يسميوها الكرومبيتا الكرومبيتا هو تحريف لكلمة الترومبيت اللي كان يعظف عليها كان يعظف على البيانو كان على العود الشرقي وكان ذلك أسطورة من الأساتير متع الفن التونسي وتحية اللي هو إن شاء الله رب يرحمه وأكيد روه أعطاه برشا للفن التونسي وكانت عنده مساهمة مساهمة كبيرة برشا التاريخ السفيقص وتاريخ تونس ككل ككل يتيك صحة بطبيعة نحن هكذا نرجع على غيب اختوار كامل الحقيقة كل مرة هكذا ناخذ جزء منه حتى لين نكملوا الأجزاء متاعهم إن شاء الله في آخر نهار مشهر الفضيل هذية بشغولك يتيك صحة حسين مشكور على جولة هذية ومشكور على أنه نصلت الضوء على التراث متاعنا في كل جهة من تونس نمشي والله الحاجة مزينا تنتعش حكينا مع مديحة بكري وحكينا على مجالات وعلى حرفها كي بسي تتنجم تنتعش وتخلق في السوق الشغل خاصة لربية البيوت نحكيه على صناعة الملسوقة ورجعين محجوبة بن رمضان من الحرفيات المختصين في صناعة ورقة البريك حرفة فيها إتقان كبير وحرفية عالية بيش تضمن جودة المنتوش هي البازل تحتها شنوه بالضبط العجينة تحتها سميد شنوه كيفيش تارينا وسميد تارينا تارينا وسميد يا ربنا دعو نصير تلاتي تلاتي نسوكي تلاتي 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 جميعا عندي يعفوني ومساهله عليهم لمن مجال نظر في رمضانة لن تلاتي هل نلوش عليها؟ سهلت. إن شاء الله. انتي تعلمت على شكو؟ والله يا بكري عندي عمد يرحمها كنت في فرنسا هي. تعيش في فرنسا. تخدم مع المدني فيها. هنا صغيرة نعود مرمية معها ونعمل معها. تعول وتقيدي نعود معها مرمية. ها مش محبتن كن نحبوهاش. تغرمت بها ولا تتغرمت؟ تغرمت بها ولا تتغرمت. يكنت فرنسا ونصلي عم بيش يتصور منها الخيرة ونربع. في رمضان فيها جو سبيسيالس يراجي يلمو ويحب ويولي ويعاونو. فيها خيرة السبع. هنا في رمضان تعبش العملاء. نمشي نصلي التراويخ. نمشي نولحب ونرتح شوية. وبعد نقوم ملاحظة مع الصحورة كيكا. تحضرها؟ ايه حضرها. عندي الماكينة نحطك شوية حتى نعركها. طيب يحضروا بها المنسوقة الحلوة والمالحة. كل شيء. كل شيء يحب. كل شيء يحب. يحب جادي جادي راب. هي حد ذلك يتعب بيش تعمل حاجة تاجين بيها. تجي تقول لك بالله يعمل كمه هكا رعيفة شوية بش تعمل تاجين. تاجين منسوقة. خالتي محجوبة جيوها العباد من كل بلاسة باش يشريوا بريكتها اللي تدفان في اعدادها يوميا وعلى مدار العام. كيف هم يمكنها الى؟ اه؟ كيف حاجة الرعيفة مليحها؟ تاخبت بالنسوقة. تعمل بك المنسوقة. تعمل بالنسوقة. تعمل بزووذ في التحديد و أخر. تعمل بالنسوقة تعمل. لقد تعمل الجزاء على ده. أمضى 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 هم دمئة أمضى 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 قبشتها أمضى قبشتها أمضى هذه المحن يتفضل نعم قبشتها في القروية اشتركوا في القناة 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 في كامل الولايات فرضة روحة بالألقاب بالنتيج بالمواظبة بالخدمة لدينا عديد الألقاب عديد الوجوه الجديدة قاعدة تظهر معناها بالبطيت رويت انتاح لدينا حافظ الرياضة انتاحة تعرف سي ثابت أنه وصلت للنجاح ونجاح اليوم مكرس قدامي بالتتويجات والميداليات هذه المحافظة على النجاح يظهر لي هو المهمة والرهين متاعكم للفترة الجاية بالنسبة للمحافظة الحمد لله نحن قبل كل شيء بدينا بالغرام الغرام هو أهم حاجة في رياضة نحن كمؤسس في ديراسيون أزدها نلعب نشارك في الكاتيجوريين تاعي هذا كله حافظ بيش تخلي الكونتين تعلقاب والكونتين تيوي مش تهزنا 2020 الكل الكوب جيمان تشعلا بشكون في تونس إن شاء الله ثم الاستعدادات وين وصلت حتى كيف كيف زيدا حتى نخرجوا معناه يموش العبرة بالمشاركة نخرجوا بتتويج كبير زيدا على أرض تونس أكيد بقود تربي كان بقود تربي ربي سهل إن شاء الله تتنظم بطوط العالم هنا في تونس 2020 بقود تربي نحن بش نلعبه على لقب على لقب العالمي على خطر توعدنا تقاليدنا في الرياضة ذية وعدنا ستيلنا اللي هو كيمبو تونيزيا معناها إن شاء الله بقود تربي نعامله لقب معناها لتونس ونكونوا نحن في المرتب الأول بقود تربي إن شاء الله مزلت ما ولتش اولمبية هي الرياضة الكمبو لا مزلت مزلت اولمبية انشاء الله معناها في القريب معناها بقودت ربي تبدأ معناها تمشي للأولمبية بيه انشاء الله مزيد من التتويجات انشاء الله مرة جاي تكون حاضر بنيتنا سيتيبت له تقول لنا راه التتويجات هي اللي رسيد يكون حافل أكثر بالتتويجات وبالميداليات وانشاء الله نسمعوا كين الخير على الرياضة هذي اعتك صحة مرسي بك ويعطيك الصحة ونشكر أنا لكل عائلة الكمبو وعائلتي بابا وامي اللي بالحق معناها قاعدين يصهروا على نجاح انت عينة وانت تصهر على نجاح الصغيرات الصغيرات وصغيرات انتعنا اللي هم معناها بالحق هما القاعدين يعطوا في الخدمة انتعنا في وجه المشرف الكمبو تونيسيا الحمد لله يأتيك صحة سيثيبت سعيدة بحضورك معنا بجنبك لحقيقة عنا دي جانا كل واحد يخدم في مجاله كل واحد من موقعه كل واحد يحاول يعطي أفضل ما عنده كله لسورة تونس يوسف سعيد نرجع لك مرة أخرى مرحبا بيك مرة أخرى هيت نتوقف ساعة عند نادي انتراكت هذين عرفوا به بعوجيلة ومبعد نقوله اللي جيت على خاطر بحضنا جسي يوسف سعيد ممبر دولان انتراكت كلوب تونيس كوسموبوليتان انتراكت تونيس كوسموبوليتان من دوز للعوبي الابجكتف الكبير هناك صغير من الزاق نحكي بالعربي أكثر ما يمكن نعمل مجهود هكيا نعرف لي تتنجم نعلم برشاة أكثر بالعربي لابجكتف العراق نعاون العباد اليوم نهار واليموتو نعاون Earl نعاونه قبل كل شيء نجمو نقولو خيري انساني اجتماعي هذي هو الأبعاد والفلك اللي يدور فيه اللي يدور فيه النادي هذي باي لفلمون اللي جيتنا شنو اسمو شنو تقترر حمار خلالو احنا مقبئة نحكيو عالثقافة مقبئة نحكيو عالفونون ديجا دونك احنا شعمانا ككلوب انتغاك تقررنا بش نظمو مشرحية نهار الجمعة لجسمي مع مصحيت لهكالهكالي نزال السعدي وبتبيعه على العبيد قلنا نحكيو على العبيد كيفاش لازم تخرج تتفره تمشي تتفره في الأنشطة الثقافية تكثر من الأنشطة الثقافية وندخلوا في جو رمضان اكثر دونك قررنا بش نعملو كل أبوغاسيون تعاون مع غوتاكالكالوب تونيس المنزه بش نظمو مشرحية لهكالهكالي نزال السعدي لدي سميه نهار جمع هذي في المراكب الثقافي في المنزه خبية دونك نحكيو على حفل ولكن على عرض ولكن العرض هذي العائدات تمتعو بش تكون مدرسة في بيجا بش نعملو غينوفاسيون بش نعودو نأهلو المدرسة هذي بش تلمدق في اللانيس كوليغ جاي ان شاء الله تدخل تبقى مدرسة تأخير وتمشي في ليساكسون يومانيتاء علش الاختيار على المدرسة هذي بالذيت طوي يقول القائل اللي يتفرج فينا يقول علش المدرسة هذي بالذيت والحال انه عنا برشة مدارس معناها من البنية التحتية المعنى تشكي من برشة مشاكل علش هذي بالذيت والبداية خيارتو من هذي وبش تشمل مدارسة اخرين يعني علش بتبع البداية بدأينا بالمدرسة هذي وبش تشمل مدارسة اخرين احنا ديجون حكواليه دونك احنا انفيز نبدايو نحسنو احنا قاعد نعمل في انباكت عسوسيتين بتاعنا ونبدايو نحسنو من الليجون من التعليم التغيير في تونس ملين يبدأ يبدأ من التعليم كان بدلوا تعليم ونحسنو من التعليم ونحسنو من البنية بتاع المدارس متانا ومالكاليتي تالي دوكاسو متانا بقدر ترابين تقادموا هذي ما تفقين فيه الكلام علش بيجا بالذيت مكبشي نعرف تغير ديت رمضان على قاعدة علش من بيجا ليش هضو كمانيا اخترنا بيجا بشو نمشي المناطق ونعاون العبيد وديجا انا بكود اكسيين مجلو بشيجي وانشاء الله مرة دونك البداية من بيجا والبقية تأتي او كماناش من شد يسر صحيح قولولي كان قالك من قرقنا ولا من اي بلاسة أخرى نشديت صحيح دونك فردت معاكم بره نحكيو شوي عضي على العائدها وكيفش فمان احتى نحكيو عالمصدقية اللي تعرف يوسف ناسي تحكي معناها حفل كبير وأكيد بشيكونوا فمع عائدات والناس تقص تسكرة وتدخلوك يعني كيفاش ننجم أنا كمواتن نكون عندكم الفيابيليتي يكون عندكم هالمصدقية هذية بش يجيوا ويعاونوكم زيدا لأنه بشيكونوا شركائم تاعكم اللي بشي قص وتسكرة أول حاجة احنا لكلوب انتغاكت معروفين منقبل لي احنا كاريتاتيف اي نون لكرياتيف يعني لا نحتوش فلوس لنحن دجا العائدات متاع الفلوس هذية أبار معنا اللوكاسيون بتاع البلاسة بش تمشي كلها للعبادة اللي تسحق خيبيا دونك هذي هو اسمكم هو اللي في الميزين وطبعا ان شاء الله يا ربي احنا نقولوا ان شاء الله منكم برشة ان شاء الله منكم انتو من نلقاوا برشة كيفكم ويعملوا معاكم جينب الى الجنب خاصة انه اهم حاجة انكم مصغر في العمر الحقيقة اي وماذا بينا قاعدين نوعيوا في الجنب بش يدخلو ينخرطوا في الكلوب هذوما اي اتبعين موجودين بالضبط احنا موجودين في المنزه نوف في المنزه نوف خيبيا عندكم طريقة للتواصل معاكم اي 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 في سير لايين فمع الانفولين اي موجود راديكا 29-357-600 اي وإلا تنجموا تتصلوا بنا على الباش فيسبوك متعنا انترات كلب تونيس كوسمو بوليتان وإلا اخطرات كلب تونيس المنزه خيبيا هاكا نكون وعطينا لعطيات الكل ان شاء الله كل التوفيق لحقيقة احنا نشجع ونثمن كل عروض المسرح والثقافة والسينما والفن ولكن نسعد اكتر وقت اللي يكون وراهم المدخيل والعائدات بيشتمشي العمل خيري والعمل الجمعيات يعطيك صحة انك كنت حاضر بينتنا يوسف سيتي بتكيف كيف يعطيك صحة انك كنت حاضر بينتنا ومعانا احنا هكا لحقيقة نصلوا ديما بحاجة مزيانة برسا نختموا اللقاء متاعنا هذا اخر لقاء معاكم للأسبوع هذية نتلقى ومعاكم ان شاء الله الاثنين جاية في مواعيد اخرى من اعداد زميلتي ايمان بوغطايا اخراج شافيق اقتاد شكر خاص الوديد السياري على اللي بيس ان شاء الله نلقاكم في احسن لحوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة